يواصل الجيش الاسرائيلي توغلاته في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة حيث توغل في بلدة بيتونيا غرب رامالة وفي وقت لاحق توغل جيش الاحتلال بقرية العساكرة في بيت الأحم بالضفة الغربية كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيمة عقبة جابر بأريحة في الضفة الغربية فضلا عن اقتحامه لبلدة عقرب جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية اضافة الى هجومه على مخيم الجالزوم في رامالة واحتجازه فلسطينيا